مستوى قطاع الناشئين فريق 2001 النهاردة كان بيلعب مع فاركو في الجولة الرابعة من دوري الجمهورية وخسر الزمالك من فاركو أو عشان ندي للفريق الثاني حقه فاركو كسب الزمالك 6-0 6-0 والسوداسية مش بس جاية بسبب انه عادي تعصر مفاجئ كارثي خلاص لا هو جاي بعد ما الزمالك ما كسبش من الأربع جولات إلا على البنك الأهلي الزمالك كانت غلب من سموحة الزمالك كانت غلب ثلاثة من المصري البورسعيدي والنهاردة غلب ستة من فاركو الأهداف سجلها أحمد شعبان هدفين العربي جمال هدف مصطفى حمادة واللاعب ورقة واللاعب محمود فرحات الزمالك عنده رد فعل قوي بعد هذه النتائج كان بيقوده مبدئيا كده الفترة الماضية الكابتن محمد مصطفى ممس لكنه رحل منذ شهر تقريبا عن القيادة الفنية للفريق تولى بعدها المهمة الكابتن أحمد زكريا كمدرب عام بشكل مؤقت ومنذ أيام تولى مسئولية الفريق الكابتن أيمن مشادي ماذا بعد السقوط بستة أهداف أمام فاركو الماتش ينفرد ببعض التفاصيل بخصوص رد الفعل وهي كالتالي يلا بينا هنا 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 الكابتن إسماعيل يوسف رئيس القطاع وعصام مرعي مدير القطاع فتحا تحقيقا عاجلا بشأن ما حدث والخسارة من فاركو بسداسية نظيفة في دور الجمهورية الفريق كان يقوده فنيا زي ما قلتلكم الكابتن ممس رحل منذ شهر قاده مؤقتا الكابتن زكريا ومنذ أيام قاده الكابتن أيمن مشالي الكابتن إسماعيل يوسف والكابتن عصام مرعي أبلغاء المدير الفني أيمن مشالي بالتحقيق معه غدا لمعرفة أسباب ما حدث والهزيمة الثقيلة سيتم تقديم مذكرة رسمية إلى رئيس النادي للاستغناء عن العديد من اللاعبين وتسريحهم وإن يحصل؟ نروح بعد كده إلى اختراح بتصعيد اللاعبين الجيدين من فرق 2003 و2004 للتواجد مع فريق 2001 خاصة أن فكرة الانسحاب من الدوري مرفوضة تماما لأن مسؤولي قطاع النشئين بالنادي الزمالك يرون أن الفريق به العديد من اللاعبين الذين لا يصلحون للتواجد داخل الفريق وبالتالي سيصدر قرار برحيلهم ده في الآخر الزمالك يعني زمالك لما يخسر ستة طبيعي أن الدنيا تتقلب جوه لكن القصة أنه مش بس ستة هو قبلها بنك أهلي وقبلها مصري وقبلها سموحة ما كسبش إلا بنك أهلي وبالتالي ده بيسير علامات استفهام وبالتالي بيسير تحركات سريعة داخل إدارة نادي الزمالك منها اقتراح بتسريح عدد كبير من اللاعبين وتصعيد عدد آخر من اللاعبين الجيدين من 2003 و2004 باندايك سجل التاني لليبر بول أمام نابولي هيجيبه قليلين تانين صعبة شوية يمكن بعض الفاصل نقول لكم الجديد